اشتركوا في القناة 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 زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا أبو بكر البغدادي بعدما نفجر نفسه على حسب الرواية الأمريكية بغيت نسولكم واذا هذا المقتل سيؤثر على تنظيم داعيش وربما يضعفه أو أن ربما ستظهر على ما أخرى للإرهاب كما مثلا أنه القاعدة وداعيش ربما تظهر على ما أحد لا بالجديد سير رفيقي لا شك أنه المقتل أبو بكر البغدادي ولغير برأي أنه لن يؤثر أي تأثير لأن داعيش هي مشي شخص صحيح أنه من ناحية المعنوية مقتل زعيم وحتى تنظيم إرهابي بعد خطابات وبعد كذا قد يكون له نوع من التأثير المعنوي أو التأثير الرمزي ولكن من حيث الواقع هي داعيش أصلا مرتبطة بأفكار داعيش مرتبطة بعقيدة داعيش مرتبطة بإيديولوجيا هل هذه الإيديولوجيات تموت بموت الزعماء؟ تاريخيا العكس هو الذي يقع أنه يكون موت الزعيم مناسبة لشحذ عواطف الأتباع وإعتباره بطال وإعتباره شهيد والقيام بأعمال تمجيدية للأعمال التي كان يقوم بها في حياته وبالتالي أنا صحيح ولكن غيره هو واحدة النقطة هو أنه مقتل أبو بكر البغداد لم يجيش في عز القوة لديا داعيش ماذا سيقولوه؟ كيف سيكون الخليفة لدياله؟ كيف سيتعين؟ هو جاف تقهقر داعيش إنما بالنسبة لي نرى أن وجوده أو عدمه مقتله أو حياته لن يؤثر على الفكرة سيد جرموني الحق الموت أو القتل للزعيم هو في الحق هو يؤشر على أن هناك تراجع لهذا التنظيم ولكن في نفس الوقت وهذه القضية القتل بهذه الطريقة التي سمعنا عنها والتي لازلت خيطها لم تتوضح بشكل كافي ولكن عموما سوف يتير نعرام المضادة وأيضا ربما سيعيد انتعاشة هذا التنظيم لماذا؟ لأن هناك زعيم كما قال السيدة عبدالوهاب يعني فعلا هذه القضية لمواجهة العنف بالعنف المضاد هو فيه نقاش لكن أعتقد بأن القضية أبعد من شخص وهي ممتدة لأن هذه الضائرة العالمية ليست الضائرة متبطة بشخصية متبطة بأفكار وهذه أفكار تسري وهذه هي خطورتها وبالتالي يجب أن نتوجه إلى قتل هذه الأفكار قبل أن نقتلها الأشخاص نعم طيب ننزل المحور دي النقاش حول الخطاب المتطرف والفكر المتطرف أنسو لك سرزرزي بداية لكن تكلموا عن التطرف وشكين أنه مثلا يكون شخص متطرف ولكن ليس عنيف وكان شخص متطرف عنيف وشكين شفرق بينتهم طبعا يعني أولا ليس هذا كلام يعني حتى الأمم المتحدة كانت واضحة يعني في القرار 71-87 في تمييز بين التطرف والتطرف العنف لأن الاستعمال للتطرف خلال سنوات ثلاثة الأخيرة تم استعماله استعمال سياسي في حين أن التطرف العنف هو ظاهرة تجرمها المجتمعات كما يجرمها القانون الدولي باعتبارها يعني تشارعين ممارسة العنف على المدنيين على دول على المجتمعات هذا المستوى القانوني يعني المستوى ربما أكثر واقعية يعني التطرف العنف هو نزوع نحو الخروج أولا عن كل شرعية وبناء شرعية ذاتية سواء كان فرد أو جماعة مع بناء مجموعة من الأهداف التي يدعي أنه سيدافع عنها أحيانا أنا أميل جدا إلى تسمية تعجبني وهي البلاك ويزدم يعني الحكم السوداء إذا لاحظنا في الأهداف الأفكار التي يدعيها المتطرفون يعني يدافعون عن العدل عن حكم الله عن الحق عن هي كلها أهداف نبيلة لكن الوسائل متطرفة عنيفة ودموية إذن المشكلة هي ليست في الأهداف التي يبيعها المتطرفون للشباب لكن هي في الوسائل التي تجرم قانونا أخلاقا ودينا نعم خلينا نسؤول سيد جراموني ممكن أن تكلموا على الخطاب المتطرف في نظرك كيف يستطيع يعني أنه يتغلغل وتغلغل خصوصا لدى الفئات الشابة واش لأنه جاذبية معينة واش لأنه بسيط واش تبسيطي واش أنه يستجيب ربما لحاجة عند هذه الفئات هو في البداية أنا أؤكد على مسألة أن هذه الضائرة هي ضائرة عامة وشاملة وتخترق مجموعة من الفئات وليس فقط فئة واحدة معينة كالشباب أو كالهم همشين وقدر الرجال والنساء والنساء وأيضا حتى المستويات الاقتصادية سوسيو اقتصادية المجتمع نجد الأغنية ولكن هناك اعتبارات في بعض الحالات سيكولوجية نفسية التي يتقبلون بها قضية الإرهاب والأسد أقلر مني في الحديث عن هذه القضية هناك إشكال عندنا في المشاهدة نعيشها حتى المغرب إشكالية الهوية يعني هويتك من أنت كيف تستفعل داخل هذا الكون وإشكالية المعنى في بعض الأحيان يفتقل الإنسان المعاني أو المعنى الذي من أجله وجهد من أجله هو كائن كمواطن كإنسان إلى أغنى فيطرحوا هذه المسألة ثم هناك بعض الحالات التي تجدوا نفسها في حالة ضيق عواز هشاشة وتجدوا هذا المخاطب الذين هم ليسوا بالمناسبة يعتمدون على الحامل الديني أو على الخطب الديني لتمرير رسالتهم لهؤلاء لكي يدخلوا في هذا التنظيم لا هم يعتمدون على خطب قد يبحثون عن ما تعيشه كأزمة الإشكالية في بعض الحالات قد تكون متبطة بالوصول إلى منصب الوصول إلى الزواج الوصول إلى أن تحققها بيتا باختصار يعني يستجيبوا شي خصاص ولا شي رباء وليملأوا فراغا صح حتى أكيدا على هذه القضية هناك 300 شريط فيديو التي تم متابعتها من طرف التنظيم بحثوا عن الخطب للمواروج لهؤلاء الفئات فوجدوا أن 75 منه يذهبوا في اتجاه البناء دير الدات يعني و20% تقريبا عبارة عن قضايا أخرى و40% الحامل الديني بعنى آخر يتصيدون فرائسهم وهؤلاء الذين يستقطبونهم لأنهم يعيشون مآزق معينة وهذه قد تقع في أي لحظة من أي مجتمع وهنا خطرها وهنا خطر ومناسبة هم هذا التنظيم له أهلية دقيقة جدا لأن في الأنترنت هناك ثلاث مستوى مستوى الذين تفاعلوا فيه نحن المواطن العاديون هناك مستوى لبيع الأسلحة وهناك مستوى للإرهاب وهذا المستوى خطر جدا قد يستجمعون معلومات عنك أو عني أو عن أي شخص تلقى من فيسبوك فيعرفون أنك في حاجة إلى المال فيتدخلون من أجل أنه يمكن أن يحلوا لك إشكالية أو قضية زواج وهذه هي التي ترفع هذا الأعداد الذي ينتسبون إلى التنظيم نحن في المغرب عندنا رقم يصل إلى 2000 أو 1600 ليس هناك تتقيق شديد ولكن في الأوروبة 5000 شخص وبالتالي أن الأعداد التي يستخدمونها هي تؤشر على قلق متزايد نسول السرافيقي والسقامر على هذا الخطب نفس سؤال تقريبا اللي وجهت والسيد جرموني بسيغة أخرى واش هذا الخطب خطب التطرف الاستقطاب يعني دي هذا الفرائس كمشاهل اللي هم الأستاذ جرموني واش لبساطته لرونقيه لجماليته أو لا لأنه يستجيب واحد الفراغ معين في الشخص هو لا شك أولا إليس محسيلي سيجام عمي عندي تعقيب على قضية التطرف والتطرف العنيف بما أنكم ذكرتوها صحيح أنه كما قال الأستاذ الرزرازي لأمم المتحدة وفرقات من التطرف العنيف والتطرف ولكن قصنا تنبهو الواحد المسألة مهمة برأيي أنا أنه لا يمكن أن يصبح الشخص متطرفا عنيفا إلى مداش عبر مرحلة التطرف إلا كنا تنبحتو على العلامات والمؤشرات التي تجعل الشخص يتحول من شخص عادي إلى شخص متطرف عنيف لا يمكن إلا أن يكون متطرفا لأن التطرف مرتبط بالتعصب مرتبط بالانتماء الوحل الجماعة معينة مرتبط بالولاء لهذا الجماعة بتعصب لها ثم انتقال إلى مرحلة رغبته في قتل والاعتداء على المخالف والخارج عن تلك الجماعة وبالتالي لأنه ما يتوقع بعض المرات لما جاءت تعريفه وجبته الولايات المتحدة وتبناته الأمم المتحدة وغيره بدأوا نسي يقولك لا نحن لا يشغلنا في التطرف العنيف ويمكن لا يشغلك فيه من ناحية قانونية لأنه مدام ما درش جريمار لا يمكن أنك تعتقله ولكن نحن تحتو على مجال أوسع تحتو على وقاية المجتمع من التطرف تنبحت على حماية الشباب من التطرف إذا كنت تتكلم على حماية الشباب والوقاية ديالهم ضروري أنك تتكلم على التطرف الذي هو الوسيلة الأولى والدرجة الأولى التي بها يصبح متطرفا عنيفا علش هذا الشاب بين عشية وضوحها يتحول من شاب بعادي يتحول أنا أتفق مع الأستاذ الجرموني في أنه لكل شخص حالته الخاصة وحد الفراغ الخاص ولكن من هملوش الوضع العام أو الشروط العام ما هي على كل شي وهي ما مرترطش بالحالات الخاصة واللي هي في الأخير تؤدي إلى أن ذلك الشخص يتحول إلى متطرف هو أصلا من اللي عنده قابلية العنف وهذه مشكلة عنده الكثير الشباب الكثير الناس المجتمع ليس تشبب بس منظموش الشبب وحدهم كين ضروري نضروع على الموضوع في الجريمة الحضارية شغب الملاعب في الكرة في الشوارع فيما يسمى غير التشرمين في المدارس العنف يعني أصلا هو عنده هذا العنف لأن الآن سنعيش حالة تطبيع حتى في وسائل الإعلام في غيرها في الألعاب الإلكترونية الموجودة اليوم كين هناك نوع من تطبيع إلى العنف وبالتالي هذا التطبيع الذي عنده الشخص مع العنف زائد خطاب تحريضي زائد إغراءات زائد وعود زائد الحالة الخاصة التي تكلمنا عليها لما يجتمعوا ما ننساوش أو تنعي عوامل أخرى أننا تنعيش واحد الحالة دي الاستقالة وسائل الكنشيء الاجتماعي الممكن استقالت نهائيا عن أداء أدوارها لمدرسة 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 نجيوا بعملية وسائطية ونقولوا ها هو السبب لإخلاء هذا الشخص المتطرف هي عوامل مجتركة ومعقدة خلينا بعد نسألهم مع الجانب الخطاب ونسو السقامر وكينة جاذبية معينة عن هذا الخطاب المتطرف أنا أريد أن أصل معك بعدها التطرف العنيف لأن تحترق بس زرازي هو أن التطرف وكان غلاق الفكري والسلوك أولا هو الذي يميز هو مقارجة يمكن أن تدك للتطرف العنيف ومن خلاله أنها ممكن في السلوك في السلوك الأولاني هو يمكن أن تستغل من طرف الشبكات ومن طرف دعاة التطرف ودية التعصو بمعنى أن المتطرف دائما تعتبر نفسه عنده الحقيقة المطلقة وتعتبر أن كل المخالف لهذا هو بمعنى أخر شيطن ويكفر ويكفر بمعنى أخر أننا الجاذبية هو عوامل كثيرة كل الفقر كل بطالة كل إحباط الأفق المسدود عند بعض الناس وعند شباب وخاصة في أدي اليافعي كما يكون المراحقين والشباب لأنهم تكون ما عندهم شدك للقوة وعندهم مناعة الفكرية والسلوكية كل أسرة اللي سنجون تكون معفاهم الأسرة والإعلام والمساجد تكون واحدة جموعة دي العوامل والإخلالات أن المجموعة دي الشباب أو أي مواطن أنه يتأثر بالخطاب الديني المتطرف والمتعصب نتابع ربورتاج من إنجاز مريم رئيس وطاقم البرنامج اللي فيه لقاء مع أحد المحكمين سابقا في قضايا الإرهاب اللي وسم محمد دامير هذا قصة طغالي من ربورتاج وكيف أنه مراحل معينة من الاستقطاب والمرحلة السجنية تال ما بعد الإفراج عنه ملكي وأصبح نموذجا في محاربة تطرف من خلال جلسات مصطلحة يشارك فيها منها وصد مصطفر الزرزين تابعوا هذه الشاهدة بمدينة الريباط التقينا بسيد محمد دامير من مواليد 1972 بالدار البيضاء محكم سابق في قضايا الإرهاب اليوم السادس من شهر غش 2002 تاريخ لم ولن يمحى من ذاكرة محمد عندما تم اعتقاله لتتم بعدها إدانته بعقوبة الإعدام بتهم أعمال إجرامية وأحداث إرهابية قبل سنتين غضر محمد أصوار استجنع كشب الدار البيضاء مستفيدا من عفو ملكي إلى جانب عدد من المعتقلين الإسلاميين اليوم يستعد محمد دامير بداياته مع الفكري المتطرف مسألة نضجة الفكرة حول مشروع التغيير بقوة أن الإنسان يستنكر كل الأشياء التي تحوم حوله ويفكر بكيف يغيرها دون أن يفكر في عواقب الأمور هل كان الخطاب المتطرف أكثر إقناعا؟ الخطاب المتطرف لم يكن في يوم من الأيام مقنعا ولكن ضعف الشخصية عند الشباب وقلة الزاد كما أقول دائما وأكرر وأسطر عليها باللون أحمر هي من تجعل الناس يستسيغون الأفكار وإن كانت واهية ولا قيمة لها ولو أن هذه الأفكار وهي إلا أنها أضاعت حوالي 16 سنة من عمر محمد ضمير في السجن فترة كانت كذلك فرصة لمراجعة فكرية عميقة ومجهود كبير لتصحيح الوضع بخصوص المراجعة الفكرية بعد مضي أربع سنوات من الاعتقال أربع سنوات قضيت منها جزءا كبيرا وأنا أفسح المجال لنفسي أفكر فكانت هذه الفكرة الأولى أنني فكرت في دراسة القانون فلما درست القانون باللغة الفرنسية لما درست أني كان فتحة خير علي وهذا من المسائل التي تجعل الإنسان يزاوج بين العلوم ليصل إلى شيء لا يصل إليه من رأى بعين واحدة فالإسلام لا ينهانا ولا يحجبنا عن دراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية فهذا هو الذي دفعني وكان سببا في اجتتات دواخلي لأقوم بهذه المراجعة بكل جرأة مراجعة بعلم مراجعة عن معرفة وعن وعي وعن تصور جميل لجمالية هذا الدين وهذا التوحيد بعد مغادرة السجن تقدم محمد ضامير بطلب للاشتغال مع فريق الرابط المحمدية للعلماء بالرباط لتفكيك خطاب التطرف في إطار العمل الذي تقوم به للتصدي لخطاب التكفير طبيعة العمل التي أقوم بها هي البحث العلمي في وحدة تفكيك الخطاب بصفة عامة كل الألوان الخطاب كل المواضيع التي يمكن أن تطرح على الإنسان الباحث محمد ضامير سهم كذلك في جلسات برنامج مصالحة مع محكومين في قضايا الإرهاب قبل سنتين تجربة ورسائل يريد إيصالها إلى الشباب المستهدف بالخطاب المتطرف أقول للشباب الذي يسمعني من هذا المنبر أن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يعني تزينوا بالعلم والمعرفة فإن المعرفة والعلم نور والجهالة ظلمة الشباب محتاجون إلى دعم نفسي محتاجون إلى رعاية نفسية محتاجون إلى دعم اجتماعي محتاجون إلى من يسهل لهم السبيل إلى طلب العلم والمعرفة كل الوزارات المعنية بهذا الأمر ينبغي أن تبدل جهدا أكبر لإيصال هذا الخير العميم لكل الناس ويعني فبه الفلاح وبه النجاح دنيا وأخرى محمد ضمير وبعد هذه التجارب بحلوها ومرها يحمل اليوم أربع شواهد من حقول المعرفية مختلفة والأهم حرية من الاعتقال ومن الاعتقاد الخاطئ بدأ بك السي رفيقي واحد جمعة الكلمات يعني وردت مشكل كبير في الشهادة دي ياسيم وحمد ضمير يعني الزاد العلم المعرفة وانفتاع على حقول المعرفية أخرى كان بعد شوية تشبه مع تجربة واخر ما كانت بغيش أنت رجعك لهذا شي ولكن ربما أنه عندما ينفتح الإنسان على حقول المعرفية أخرى ويتعمق في العلم يعني كعادك توصل لمقولة العلم والنور بالصح لا ما عنديش مشكلة أننا نرجع لها بالعكس أنا أحب استثمارها في المجال الذي نتحدث عنه وكانت تحدث عليها مرارا وتكرارا علش لأنني نشوف أولا شهادة جميلة ومؤثرة دي السي محمد دمير وجه الشبه فيها هي بالضبط ما تحدث عنه هي سبل المعرفة ولكن بش نكونوا واضحين في هذه القضية كم هي نسبة هؤلاء الذين اعتمدوا على المعرفة للخروج من الأنفاق التي حشروا فيها لأسباب مختلفة ما عليها النسبة دي لهم قليلة جدا علش نقول لك علش لأنه مثلا في حالة شخصية دي ولا في حالة دي السي محمد دمير كان واحد زاد معرفي أصلا قديم سابق اعتمد عليه أنا مثلا ادخلت وانا كنت وانا عندي المصدر هو أيضا كان عنده عدد من الجو العائلي دي وفيه نوع من ثقافة ونوع من كذا ساعدته وبالتالي كان عندك نوع من الأدوات والوسائل التي ساعدتك على أن تنفتح هذا المفتاح وعلى أن تحرر من كل الأفكار وعلى أن تقتحم هذا الطريق المعرفة ولكن الغالبية الكبيرة لمعتقلة فيه مثل هذه الملفات لم يكن لديها هذه الألية أنا كنت تنقل لهم دائما بأن أهم حاجة ممكن تديرها مع الناس المعتقلين وخصوصا في هذه الملفات أول شيء هي التعليم دخول داخل السجن وتابع لهم الدرسة تكون درسة حقيقية وليس درسة شكلية وتابع لهم الدرسة ونقول لك لماذا لأن أنت تنفاتح هو أنا لا أتفق مع السيم محمد فأحد الفكرة هي أن الخطاب الإرهابي خصوصا الديني منه ليس بديك البساطة ليس حجج تافيها وهي تتقلب الدماغ الإنسان وتطرح بصورة إقناعية جدا بحيث أن الناس لا يرون الحق من غيرها إذن كيف تتجين وتقول بأن مثلا آيات الجهاد وآيات القتال موجودة في القرآن كيف تفسر هالو هو أعطى هالو هذا كسيد كما هي آمن بها قتانع بها أن هذه الآية لها سياقات ولها أسباب نزول ويجب معرفة مآلاتها ومعرفة مقاصدها كدر معا إنسان إذا كان مستوى التعليم دير وبصد كدر توصل التي لا يمكن أن تكون إلا بالتعليم نها شوفوا جاء تسجرموني في هذه النقطة هذه للمعرفة والعلم هو في حق لابد أن أشير مسألة مهمة جدا لأن طبيعة الضوائر تحتاج المقربة أننا نقرب ها شمولية والإرهاب هو مجتمعي نبتعيد عن أشخاص لأن الحالة للأشخاص قد تكون متكررة ولكن البيئة والبينيار والسياقات التي تجعلنا أننا فعلا يوقع النار الإرهابي أو يوقع السقطة لذلك الناس الذين يصبحون في حالة معينة إرهابين الخطرين على المجتمع ونمكن أن نتقلق مع المسألة المعرفة لأن من خلال الدراسة التي على الأقل طلعت على النجسة وأن تغير في عملية استمداد المعرفة وصلا المعرفة الدينية كانت هذه حال المدرسة أسرة المؤسسات التي كانت قاوي مع التحول وقعنا في مشامع دين السريع وقعنا وحد نعم الخلخلة المد الوهبي فعلا هذه عوامل أخرى دخلت العوامل الإمكانيات مدية خصا على القضية التي كان المغرب يعيش فيها وحد نعم التحول فعلا هذه عوامل مهمة جدا شكلتنا وحد المعرفة اليوم أصبحت عدنا دينية إما نجدها مختزلة وبسيطة جدا لا تمكن الشاب أو الشاب أو الإنسان المغربي أو بعض الأفراد أنه يكون عند القضاء على النقد وعلى عملية التصفير أو أن نجد أحد المعرفة عن ما تشكلت خارج هذه السياقة التي تأتيه من الخارج وتعطيه فكرة أنه إما فكرة الإرهابي إما الفكرة العنفي وإما تأويل للنصوص الدينية والحديثية التي فعلا تؤدي بالإرهاب لكن أنا أعتقد أنه ليس فقط حيادي مسألة أخرى مطبطة به هو الشباب الذي تسمى التصيد له مسألة الحقرة لم يأتي الشاب والدي يقول له لا تطلع نتجي حاجة وانتما لا تطلع نتجي هذا الشاب هذا المتلأ حقرة بالمعنى باللغة المغربة يوجد نفسه واحد يعطي الخيط يقول لي ممكن نشرك مع هذه العملية إذا دخلت معي أو التحق يعترف به بعدك هذا أساسي لأنه يدخل على المسألة دائما الحامي الدين الحامي الدين يأتي من بعد أول إنسان قضية السجن أو نتوق معك السعب مثلا النازل المحقور الذي قضى السجن ولكن بعد يخرج وصبح أنه مشامع رفضه مؤسس رفضه عنده واحد تهمة وعنده واحد السجن العدلي دياله مصخ كما يقال فإذا هذه الحالة يكون تغمى سائغة لأنه الناس يستقطبهم ويقدم له واحد المعرفة على قد المستوى دياله يقول لي أنت لا لدي مستقبل فضل مغرب لا لدي مستقبل مع أولادك ومع عائلتك إذن نخصنا أنا أعطي واحد الخيطاب هذا الخيطاب يعود أنه يصبح أميرا وتصبح ومصور مع كالاشنيكوف وتنال حسنيين أنك تنال الدنيا والشيء الآخرة فهذا الخيطاب هذا مع كل أسف يتملك الناس وكي الناس اللي بيحتو على الشهرة في المجتمع دياله لأن هذا الموضوع هو معقد جدا أنك تبعو ولكن درسة اللي بدأت وتفكير الخيطاب يبدين بأن هذا الحوامل تجي وكتعطي واحد المعرفة معينة دينية فضيل تراجع دين المؤسسة عن تكن المؤسسة نختلف مع الإخوة في بعض النوقات أول فقط كان واحد مسألة جدا مهم صحوة ومجد مهم ما تعرف ها رأينا سيدامير شارك برنامج مصالحة ولكن معمره أطر الصورة التي ظهرت هذه شارك في ورشة في الجامعة الخريفية التي كانت فرص الماء لأن المبدأ الذي تبنته من دوبيا العام لإدارة السجون حسب علمي هو أنه ما يسمى بالجهاديين والسلفيين والمعتقلين السابقين لا يشاركون في تأثير البرنامج دورهم ممكن يكون وقائي ولهذا الدور مع الرابط وشاركته داخلها في الجانب الوقائي فعاليات المجتمع المدني هذه جدا مهمة لأن مذكرة روما التي كان صدرها المنتدى المكافحة التطرف كان شر هذا المسألة والمغرب بدأت تأويل الخاص الذي نسبه ومن بعد تتجربة بأن مجموعة السجنة ترفضوا أن سجن سابق يؤثرهم داخل السجن خارج السجن كلام أخر أبو حفص كان لدينا نقاش طويل في هذا الموضوع وتلعب دور وقاء خارج السجن جد مهم كيف تلعب السجن فقط بترجع لأحد النقطة والدور المعرفة جد مهم لكن غير كافي لأن إذا نظرنا الديمغرافية للناس المتطرفين ذكرتي 1600 كان جيلين كان واحد الجيل محسوب على السلفية الجيل هذه المعرفة هي المدخل للتطرف وكان جيل أخر الذي إذا شاهدنا أكثر من 82% لم يكملوا حتى المستوى للتعليم التناوي يعني الذي التحق ومثلا تنظيم الدولة الإسلامية من المغاربة عندهم شهادة جماعية لم يتجاوز 7% إذن حتى على مستوى أطيرهم داخل السجون يعني في البرامج التي تشرف على الدولة المغربية كنظم كان واحد البرامج متكافئة لرعت هذا الجانب كان جانب المعرفة كانت تكوين الديني كانت تكوين الحقوقي كانت تكوين في مجال حقوق الإنسان لأن مدخل حقوق الإنسان جد مهم أيضا من جانب الكونية والعالمية دي القيم وكان مصاحبة النفسية وكان إعداده كيف يأكل طرف الخبز من الذي يخرج معنا التأهيل السوسيومي هاني ما بعد الإفراج ما بعد الإفراج المسألة التي شرطي لها جد نظن المدخل للتطرف فين كان في جلوش تقرير الشخصي كان دور الاعتباري التي يعطيها الفكر المتطرف واحد ما عنده مدر فاشيل مع كل احترام يعني عاطيل ما قراش إلى آخر على الهام المجتمع المجتمع تهمش للأسف غير معترف به ما تتفرض واحد تدخلو يقول أنت عندك دور اعتباري في إنقاذ هذه الأمة عندك دور اعتباري في إعادة العدل عندك بعد تسميه أمير بعد تسميه كده طبعا هذا الدور الاعتباري جد مهم خاصة نفهمه في البناء السيكولوجي ديال عمليات الاستقاب كان جانب آخر شارلو الأستاذ قويل قلت استقالة أسرات نشيئة جديمائية كان نظن كان واحد المشكل ممكن لقاف أدبية الإخوان هو اللاعب على إفراغ الأسرة وإعطاءها دور بيولوجي وأن الجماعة تلعب دور الأسرة الإيمانية هذا النقلة جد مهمة للأسف المسؤولية أيضا للأباء قبل قلت الأب الذي حقر ربما هذا جانب سيكولوجي جد معقد لأن كان ممكن الأب يكون قاسي والتقط لغوات دياله بأن تبغي مصلحتي وكان اللي غير طاقته بأن هو تحقره هو في كل المشكل في الجفاء وكان هنا كان شكرا لباحث جد مهم أمريكي جيرولد بوست يشتغل على هذا الظاهر الجفاء داخل فضاء الأسرة والجفاء داخل المجتمع تؤدي لذلك الشخص المهم أنه طبعا تنتقل وحد النقل آخر هي نقلة لغوات تقطع مع هذا المجتمع وتي بنى شخصية آخر ربما يريد انتقم منه أحيانا كان مدخل آخر أستاذ سمحت هو أن مجموعة الناس تلاقيت معهم من شوال سوريا بحسنية تقول لك أنا أريد أن نصر المستدعفين مع الأسف مؤسسات تنشيء أو التربية والإعلام ما أطرت هذا المسآل كانت المؤسسات بين قوسين رسمية للعلماء في العالم الإسلامي اللي دعالت الشاب بأنه تحقب السحر سؤال لحسابة معقدة سقامة أنا بعد سأترع لكم هذا السؤال لأن سقامة وجهت غير مقنعة يعني 100% سقامة طيب أنا بالنسبة للربروتاج هو إشارات قوية أن الإنسان تتوبى وتتوبى النصوحات التعتبر في هذا الإطار ولكن أنا تعتبر أن مثل العمليات هذه تبعية داخل السجون والاستمرار والمصاحبة خارج من بعد من إخر السجن ولكن الخص لأن هذا كله متناسق بعضيات الأسرة والإعلام ومجموعة الأشياء المرتبطة الممكن أن وحدها فيهم تقدر تدير كل شيء يمكن أن تكون في الأسرة مزيان عنده والطيف عنده التوازل ووجداني وعنده الآليات الدفاعية الفكرية ومجموعة هذه المسألة التي قلت باعثت أزنبية وتيكون هذه المسألة لهذا لأن مجموعة المراكز الأبحاث مجموعة المنظمة التي تهتم بهذا المجال التوعية والتحسيس والصد الهجوم الإرهابي والفكر الإرهابي والتكفيري ولكن لا يوجد تنصيق التي تجعلنا استراتيجية مدنية بمعنى بمعنى أننا من يجل تقول مغريب هالستراتيجية المجتمع 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 كيف تكون المناهج التربوي سينما في المغريب سينما سينما لما يجعل فيلم أفلام التي تكون فيها مصير وطان فيها هذا محور دي المداخل أنا بغيت واحدة السؤال يعني ذكرته هذا الروافيد كلها اللي ممكن نقوله أنها تؤدي في آخر المطاف إلى القضية خصوصا في هذه المنطقة ما بين شمال إفريقيا وشرق الأوسط علش مثلا ما كيتنظرش من المتطرفين من زينبابوي ولا من هايتي اللي فيها القمع وفيها الفقر وفيها مقابي وفيها السيدة وفيها التفكك للأسر يكين كله كين ولا كين ما كنتنظرش المتطرفين في المجتمع زينبابوي ولا هايتي ولا اللهوس ولا هذا إذن كان واحد حاجة تقافية نقول أنه غير تقافية في هذه المنطقة التي ربما تغدي هذا التطرف وهذا الإرهاب سواء في المجتمعات ما يسمى من المجتمعات العربية الإسلامية ولا في الجاليات المسلمة اللي كيناء في دول أخرى سيد باش نكون واضحين في هذا الموضوع هذه الصورة النمطية أو التحليل النمطي ديال الهشاشة والفقر وهذا تنظن حصولها أصبح متجاوزا الآن لأننا نشفنا خصوصا داعيش كسرت هذا التفسير هذا شفنا ناس من دنمارك وشفنا ناس من السويد وشفنا ناس من أوروبا وشفنا ناس من المغرب أيضا اللي كانوا تعيشوا أقل في أقل في أنه تعيش في مستوى متوسط ومع ذلك صحيح أنه هذه العواميل ممكن تكون مغديات لبعض الأشخاص لبعض الحالات ولكن شفنا المشترك بين هؤلاء جميعنا وليخصنا نقلبوا عليه شفنا هذو كامل فقيرهم والغني ديالهم والمتعلم وغير متعلم ضروري يكون واحد ناظم لنضم بيناتهم كامل أنا برأيي أنه الناظم كما قلتي هو مرتبط بهذه المنطقة مرتبط بهذه المنطقة مرتبط بالثقافة الدينية اللي كان في هذه البيئة هذه أنا تنظن أنه لو هذه المنطقة مشات في نوع من التديون غير التديون الوهابي كما قلتي بأمواله غزاء هذه المنطقة كلها نجني الاتمار للسياسات التي كانت في عهود سابقة اللي كانت الستينات ولي كانت السبعينات واللي طرعت فيها مصالح معينة وتم استيراد الفكر الوهابي ونشره داخل المنطقة وتسهيله وإدخاله إلى المدارس وإلى الجامعات وإلى الكلية وخحنا اليوم في 2019 نكونوا وانحينوا مباشرين في هذا الموضوع هذا رح عدد من المدارس التي كانت تحمل هذا الفكر قد بيتت أفكارها وقد قلت أنت جيت من بعد غلقتها سديتها كإجراء قانوني ولكن هذه الأفكار رح نشرتها رح بيتتها شحال الناس الذين كانوا يمشون هذا المدارس الذين كانت تنشروا هذا الفكر شحال كانوا يمشون من بعد رغم تفرقوا داخل المدن ووزعوا أفكارهم على آخرين دخلوا الجامعات دخلوا المدارس وانا هذا حالة شفتها شخصيا داخل المدارس وداخل الجامعات ممن يحملون الفكر الذي ينتج ويولي التطرف الواحد المسألة مهم ما بغيت نشر لها أننا نرى تنتحد على الأمن البلاد تنتحد على شيء أمر كبير وخطير وأساسي بل هو الأساس لكل شيء لهو الأمن لهذا الوطن فإذا كنا تتكلموا على أمر متعلق بالأمن الوطن هذا الأمر غير خاضع للمزايدات لا مزايدات سياسية ولا غيرها لأنه وش نتوقع أحيانا لا يلتفت إلى النتائج وهذا الموضوع تيدخل في مزايدات سياسية تجي مثلا المدارس أو مراكز أو ما نسميها اللي هي محاضن ومشاتل للفكر المتطرف وتدخلها في مزايدة سياسية وش نحلها لك بش تساعدني في انتخابات ولا ما تساعدني في انتخابات ولا بغيت نسألك وهذا شي وقع للأسف الشديد أنه وقع علما أن هذا المحاضن لانشرات للفكر المتطرف في المغرب كله كان يجب أن يتخذ ضد حزم خصوصا في التعامل مع الموضوع نحن تنشوف لأن السلطات الأمنية الجهات الأمنية كل مرة تتكتشف خلية ودبها تشيرات صور بمعدل تقريبا خلية في الشهر 12 خلية في السنة وراء هذا الجهد الأمني الذي هو الوحيد الذي تنشوف أنه جهد إلى اليوم جهد متكامل جدا هذا الجهد الأمني رأت هذا كل أمن رأهم بشر وش هما غير يبقى خدمتهم بما أنه يفكك لك يفكك لك يحبس لك يجب أن تبحث عن الأسباب لأن داعش أو الفكر المتطرف عموما هو فكرة هذه الفكرة إلا ما قتلتهاش ولا يمكن قتلها إلا بفكرة أخرى ومشي غير تخسلها فقط يجب أن تجتت بعبارة واحد لوقيت إحنا كان عندنا مشكل مع مصطلح تجفيف منابع الإرهاب لا يجب تجفيف منابع الإرهاب من أصوله من جذوره لأن نرجع لهذا المدارس لأنه بالنسبة لأنه نقطة مهمة لأنني عشتها كحالة شخصية رأي هي تقدر تكون تترفع لك أنها ضد الإرهاب وأنها ما عندهاش مشكل وأنها تتآمن بالتوابت ديال الدولة وكلها ولكن هذا الطفل الصغير الذي يتلقى الذي يتعلم ماذا يتعلم؟ يتعلم الولاء والبراء يتعلم معادات الآخر يتعلم الحلم إقامة بولة الإسلامية يأخذ أدبيات الخلافة الإسلامية ولي من بعد وخانتها تقول له أنا ضد العنف وذلك الإرهاب ولكن هو من بعد ماذا تبقى يبليه؟ تبقى يبليه بأنك أنت براسك أنت مو لهذه الدار وأنت اللي دين أنت براسك خارج على الطريق لأنك تتناقب مع هذه الأدبيات ومع هذه المبادئ لا تدوش الفعل أو أنت خايف من القانون أما أنا عندي الزرأة والشجاعة لكي تحدى القانون فتيخرجوا لنا هذا الشباب دعونا نسمع وجهة نظر السير الزرازي فهذا المعطال نسموه غير التقافي والفكري هو متفكن على فكرة ضرورة مواجهة الفكر المتطرف فهو كلمة خاطر لأننا لا تذكرها نحن في دولة قانون إذن المقاييس باش غتجي تقول لي هادو فكر متطرف خاصة نحارب وبدون ما تكون عندك لزينديكاتر لمؤشرات أمر صعب كنظن الدور اللي كان وهذا فكرة اللي كان طورها ماشي ديالي طورها الأستاذ حمد العبادي هو كان دور ما نطب العلماء والمفكيرين ومؤسسة في أنا تقدم الإجابات عن الجروح وعن الأحلام كين جروح عاشتها الأمة قبل كدو على هذه المنطقة هذه المنطقة عاشت جروح وتعيشوا وتعيشوا ممكنناش نهربوا منها ضروري تقدم لدي الناس إجابات خصوصا المراهق تانية هاد الشباب عنده أحلام إذن خاصة ثقافة مواطنة مناء أنه هذه الأحلام هذه باش ما ينقلها يعود حركي في العالم كله كتتوجه أنه يكيفها كي باش يخدم بلاده مثلا وهذا مجهود كين جانب آخر وكنظن فات اللي نقشنا هي أن علماء نقصره كونوا صراحين لغاية 2013 من اللي كتجي تشوف علماء نشنو دار وكتلقو بقاو لاصقين في ذك الشي دي السيد قطب بالرغم من أن الحركة الجهادية تجاوزته يعني من اللي جاو يعال جونس على التمكين والاستخلاف يعني تال تنظيم الدولة مش بعيد الآن قبيلة كان دولة لم بعد مقتل بغدادي من بعد مقتل بغدادي ممكن تنظيم ياخد شكل آخر اسم آخر وربما يتخلى على مسألة الاستخلاف كيف تخلت على القاعدة ويتبنى مشروع آخر إذن خاص واحد المواكبة يومية ديال المراكز الوصية على هذا الجانب هذا باش تكون عندها إجابة مشاكة وقاع الكاري تعاد حنا كنن نضر خلينا سمع جرمو وجه نظر باش نتفعلوا بهذا النقاش تقديرا خلال 6 درسات اللي درتها في العالم كل واحد الخمسات المقاربة باش يقربوا بها باش نني تنجاوبك للسؤال كل المقاربة السوسيوتقافية وفيها بعض الناس اللي كيدافعوا عليها مثلا جيل كيبال في فرنسا كيدافع على هذا القبيل كي اعترى بأن النصوص الدينية أو ما يسمى بالامريكية فاك ريليجن يعني ولكن تهديرا احنا في المغرب وكذا يمكننا النقش ربما لا تصلوا إلى مستواها احنا في المغرب وانا نجي نتكلم على المغرب حيث المغرب عدتين عنده واحد الخصوصية مختلفة على الدور دي الشرق الأوسط احنا ما عايشينش بحل اللي عايشين في سوريا ولا اللي عايشين في تونس ولا اللي عايشين في مصر احنا الوضع ديننا المغريبي والسياق دينا ما اختلف وانا نحن كنتعرف انت العنصر الطائف يا ربما ما كان اولا ما كان ما كان تانيا القمع الذي لم نعيش قمعا في المجتمع الدين العربية بالمغرب بالشكل اللي دي عاشوا مثلا في بعض الدول سوريا إلى آخره ثم الطبيعة دي الدين دينا نحنا الدين دينا إلى حد ما مساهم سلاف نقوله محافظ نقوله محافظ تقليدي في البداية دينا مع دخول حركة الإسلام السياسي نتكلم الوهابية في واحد السياق بدأ نوعا ما يلوت إلى آخره أو لكي يقع التطرف دينا ولكن عموما الفكر دينا وحتى بعض الحركة الإسلامية الفكر دينا إذا مش إلا نقول متنوير يعني مسالم ما عشناش ولا محلية الحالة اللي عشت محلية معلش المدخل الثاني اللي كيتكلم هو المدخل ديال الهشاشة وفاق هو المدخل لكن في بعض الحالات لا يفسروا كل شي لماذا مثلا من جبار أرمالات المجراطي مثلا بروفيل أنت كتار من الكشيس الحسن ربما أخونا بروفيل أسر الجامعي يسقطوا في شبكة الإرهاب من غير أن يدري بأنه تم الإغرار بأنه سوف يفتحوا مركزا كبيرا جدا في تركيا فإذا به من تركيا إلى سوريا رغم أنه لا يريد ولكن طريقة كيفية يتم الآن الدخول للنس معنا آخر إذن هنا كيف يبقى هذا المعتقين ولكنه إلى حد أننا نفتح المعتق الآخر وهو الذي يظهر أنه كان مدخل أيضا مدخل الجيوستراتيجي نظرية المؤامرة ولكن نقول نظرية المؤامرة لا تتكلم للأستاذ قال لك بالقنابيل كيف تتحالف مع إسرائيل ضد العراب كذا إذن فإذن يقع نعم الحنق ويوجد الشر ولكن الحالة المغرب ويش فيهم هذه الحالة تدوش هذه الحالة هذا هو السؤال الذي عندنا وكيف المداخل الأخرى الذي تتكلم عن ما هو نفسي سيكولوجي من نفس المعرفين أنا أطور أحد مجموعة من نظريات التي تحدثوا عن إشكالية نفسية وكذا ولكن أنا بأعتباري قبل أن نجيت إلى الحلقة وتصنط مع إخوان ومع النتلي في ربيطة المحمدية وإلى غالي كيتبين بأن الحالات المغرب مختلفة نوعا ما فيها وحد الخصوصية وحد الخصوصية ما تتربط أساسا بوحد الوضع كنعيشه وإما الحقرة كما قلت تتكلم عليها الأستاذ يعني الحقرة وهذا مسألة لأن تجيت نتيجة إما سياس عمومية ماشي صحيحة إما مشكلة للأسر إما مشكلة المدرسة الطاب للهضر المدرسي إما مشكلة المحيط إما مشكلة بعض الأحيان للإعلام أو مشكلة الإثبات الدات المجموعة من الناس لا يعرفون كيف يتبطون ذاتهم أو كيف يتبطون ذاتهم ولهذا من تكمية حتى يمكن نفرش أن نغال أن نفندون العنضرية السوسيوتقافية التي تكلمت عليها لماذا في فرنسا وبرجيكا وإثمانيا وفريطانيا نجمع الإرهاب كيف نفس هذا الضعر للإرهاب ولي عندي أرقام أنا عندي 3680 حالة اللوقات ما بين أمريكا وما بين 2011 و 2011 كان مسألة مرتبطة حساسا بالتمثل بأن يبحث على الأحلام حلم أن يصبح أحد الأحيان أنه كان كاتوليكي ويصبح مسلمان ولي كان مسلم سوف يصبح له شهر 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 إلى آخر بمعنى آخر لدينا الاحتياج النفسي الحقرة وقضية الإثبات الدات وهذا هم الدراسة التي تدار على العينات التي كانت في المغرب واللي المدخل الديني يشكل فقط بسيط ولهذا نتكلم عن المشاكل التي تصفت أساسا بالأسرة وين في الأوسط المغربية نتحاول مع أولدنا في هذه القضايا وينش في المدرسة نفتح هذه الأدلة في هذه القضايا التي هي هذه الطبيعة التي لا يوجد نقلتنا هذا المحور الأخير للمقاربات والحلول ذكرنا ما هي الدراسة وهذا وهذا ونبدأ بكسي قام ربما يكن قولوا مؤسسات تأطير التي كنا عرفها واحد من أحزاب من تنظيمات من جمعيات من غيرها وكتشوف أن ما زال عندها ربما تقدر تقوم به لمحاصرة هذا الظاهر التي كنت تكلم عنها وقبل ذلك كانوا أحد المسألة أخرى وانا تحترق عبدالأستاذ رزرزي دائما خوفي أننا خوفي أننا غير هذه التنظيمات المنظمة المحكمة التي تتوجه أنا خاف من الدئاب المفاردة الدئاب المفاردة والتي أخطر من التنظيمات ممكن أن الأجهزة الأمنية تتابعة بخبرة ولكن كان بعض الشباب التي تتأثر من خلال لانترنت بوحده وممكن أن أنه يدير عملية بوحده وممكن أن أنه يدير أي عمل للعنف بوحده بمعنى أن هذا المعطة يجب أن أخذه على الاعتبار إذن أن رجعت معك المسألة المؤسسة التنشئة الاجتماعية أنا أعتبر أنه لنأتي معك لمدرسة ونأتي معك الأسرة الأسرة غير قادرة أنها تتعامل مع الأسرة في حكم التصارع الحياة اليومية وخاصة أن الطفل لم يبقى عندك توازن ويجداني الذي يمكن أن الأم تتعطيه لي وتتحس بالك الامتلاء نفس بالحنة والعطف والخوف لأنها تعتبر الأم وهي الوطن وهي بمعنى أن أوتوماتيكيا أنه كل احتفاظ بالهوية وفي الوطن سنجي معك للمدرسة صعيب أننا في المدرسة الآن نقول أننا مدرسة مواطنة ومؤخرا بدأت الوزارة التربية الوطنية تفشكلها تفشكل المؤسسة يوحي لأن المجال المجال لا حسب المدينة ولا حسب المؤسسة التعليمية بخاص المجال يوحي بأنه بعدم توزن نفسي يعني أن المؤسسة التعليمية في شكلها مؤخرا بدأت تصح وإنها وإنها ألوان لتوحي بمحبة والإخاء والأفق الجانبين هنا في المدرسة خص المناهج التربوية دينا خص إعادة في المناهج التربوية دينا خص يكون عندنا في المناهج التربوية دينا أشياء التي تعطي الاعتزاء والانتماء الوطن الافتخار به تعطاه الدروس العلمية أو تفتح العلمي والفني والتشكيلي باش أنه الطفل عندنا يطلع متوازن نفسيا وسلوكيا باش على الأقل يكون عنده آليات الدفاعية دينا دينا نجي لجمعيات الدور الجمعيات التربوية التقافية هو أساسي وخاصة أنه مؤخرا ولينا نعرف أن المتقافين في المغرب لم يبقى لديهم الحضور الفكري والتقافي ولكتابات التنويرية لم يبقى لديهم عندهم بعد المتقافين التي تفتخروا بهم ويبغيوا يكونوا بعنهم ويبغيوا أنهم يعكسوا الصورة الثقافية المتنويرة سيرزرازي نعم مازال غرج عليك السيقام لا بقى عنك شيء إضافة في الخط سيرزرازي تساؤل عدد الأسر تطرحوه كيف ممكن أنه في التعامل مع الأبناء أو مع الأخ أو مع الأخ أو مع الأخ أنه يقدروا مثلا نراقبه ظهور يعني مؤشيرات ولا علامات والذي يقدروا يقولوا بأنه هذا الشخص هذا الطفل أو هذا المرأ أو هذا الشاب قدروا لدوز يعني الضفة الأخرى كان دول كين جوش لمستويات كين مستوى عام ونكون مختصر أعرفت لأنه الوقت مفقاش مستوى عام وهو مرتبط أن الأباء أخصهم يكونوا صدقي يكونوا أولاد اليوم مع أولادهم يرافقوا يصدقوا يفهم بأنه ذاك القيم اللي كان دوا على حقوق الإنسان وكده حتى الطفل عاد تعرفه وخن تبه ما بقاش تقدر تضربه كيف كانوا والدين تضربه وكان عثابر العصام حبه هذا الجانب الثاني خاص وحد تكوين وهذه جد مهمة تكوين الأباء عبر وسائل الإعلام بشكل خفيف ما يكونش عاود تكوين المرضي أنه نفهموا الأباء أنه كان تشيك ليست من اللي تشوف أنه والدك تتفادك يقول معك من اللي تشوف أنه والدك لأنه من أهم المؤشيرات مثلا اللي تشوف في فرنسا من أنه مجموعة هذه الأسر ما فهموا بأن أولادهم تطرفوا حتى مشوا من بعد تفكروا شليل المؤشيرات أنه مجموعة دي ما تحاول يتعش يتأخر ولماذا لأنه عاد يعتبر أنه هذه الأسرة ما يشارك معها تطعم مثلا هذه واحد من لباس كان تغيير تعبيري كان تذهب إلى المسجد مش مشكلة لأنه كيف تعرف الأستاذ كيم جموعة للتنظيمات الجهادية كيف تعتبر المسجد مسجد درارة إذا رمشي مؤشر خاصنا ربما نعمقه شوية المعرفة في هذا الجانب كين جانب أخر وهنا تركز له المدارس دي نعم مفيها بس لأنه كل المدرسة تدخل مرشيد نفساني ماشي في مدرسة واحدة سيدي في عشرات المدارس مرشيد واحد تدور جانب أخر ربما خاصنا نعز دور إلى دور للأسرة تفككوا صعيب أنك تعود تبني لأنه هذه سيرورة عالمية مرتغير كان واحد المفهوم اللي بقي خدام في الصين في اليابان في كوريا في الولايات المتحدة هو الحي بمعنى أنه تعزز دور الحي كحاضنة وكيقود عندهم تاهم تشيك ليست ومتلاحظوا بعض أكبر وكي بالضبط يعني ربما الأسرة تغلبت وهذه ظاهرة عالمية صعيب أنك تقول الواحد أنه يلعب دور الأسرة التقليدي كان جانب آخر الإعلام وهنا من زيد الشيء الإعلاميين خاص دور تكوين الإعلاميين ولكن خاص نسمع الإعلاميين لأنه عندهم واحد القدرة في معرفة نوعية الخطاب الذي يؤثر في الناس خصوص الإعلام الجديد والإعلام الرقمي هذو نظن عناصر الممكن تساعد وربما في الآخر أنا مع الأستاذ الدولة خاصها شوية تفهم بأن مفهوم الأمن طبعا كل مؤسسة الأمنية تلعب دورها ولكن كان شق مشترك يساعد منظمة المجتمع المدني لتلعب الدور كان نقول منظمة المجتمع المدني مهمة ونعاون هاش لا يمكن سير رفيقي أنا أولا عندي أبغيت مداخل الممكن أننا تحتعليها اللي قال على أنه قانونيا أنت مجبر أنك تتعامل بواحد القانون معين وبالتالي وخاتبال لك المؤشرات عن جماعة معينة في واحد هذا ما تقدرش أنك مثلا تغلق له هذا المركز ولكن لا زعماء أتشيلي فهمت هو استحضار القانون أتشيلي فهمت يعني استحضار الجانب القانوني أنه إحنا مربوط بقانون وبالتالي هذا أمر صحيح أننا تنتفق معه أصلا ولكن علاش ما نشتغلوش على تعزيز هالترسان القانونية بما يتناسب مع المعطاية التي بنا إيدنا اليوم علاش إلى اليوم المغرب لا زال لا يجرب تكفير لهو أحد المداخل الكبرى للتطرف للإرهاب نحن نشوف شيخ في الحيث تيجي علنية وتدين يوتيوب وتيوجه الفلان وتقول فلان كافر مرتد أوجه المؤسسات سواء مؤسسة إعلامية سواء مؤسسة سياسية بشكل مكشوف لأعرف أنه ما سيصور منه لأنه فعلا لا يوجد قانون يجرم تكفير إذن لماذا إلى اليوم لا نجرم تكفير ومعننا قانون وتشوف وسائل التواصل الاجتماعي كلها تكفير ورمي بشتت هذه نقطة النقطة الأخرى هي قضية الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية استقالت عن دورها في هذا الباب في هذا الباب بالخصوص يمكن هو استقالة عامة ولكن بالخصوص في هذا الشق الذي نتحدث عنه ما حال لدينا الأحزاب السياسية وما حال تؤطر للشباب وهذه الشباب الذين لم تستطع هذه الأحزاب أن تؤطرهم كم دارت من المجهود كم هي المراكز الفكرية أو من إنتاجات الفكرية من داخل هذه الأحزاب المتعلقة بخصوص ظاهرة التطرف وظاهرة الإرهاب ما هي الجهود بحكم أنها عندها مسؤولية داخل المجتمع كم الجهود ستبدلها هذه الأحزاب من أجل محاربة هذه الظاهرة لحد الآن أنا لا أرأ إلا بيانات الإدنة بعد كل عملية نرجع للمدرسة التي هي بالنسبة لأساس سنتمتفق معها لقالوا الأستيدة كاملة لأن المشكل في الدراسة بالنسبة لي إشكال أكبر من أنك مثلا تدرس بعض المواد أو أنك تدخل مستشار نفسي أو أنك تعدل بعض المناهج الدراسية رأي المشكل في الطريقة البيضاغوجية لعليها التعليم في المغرب لعقود من الزمن لأننا كما قرأنا وقرأوا بزاق لأننا ما هي الطريقة للتعليم حفظ سير حفظ وأجع رض وهذا بالضبط ما تريده تنظيمات المتطرفة لأن تنظيمات المتطرفة تجيك تتلقاك واجد دينيا ما تفكرش ما كيس سؤال ممنوع لو أستاذ تتبغي تسألوا شي سؤال تقول سكوت الآن ستأخذ هذه المعلومات وغاديش تحفظها ونار المتحام ستتدوز فيها تربية أجيال على هالطريقة ديال أخذ المسلمات عدم تربيتهم على الفكر النقدي عدم تربيتهم على السؤال ومسألة أخرى أيضا علش بزاف ديال ديال البروفيلات ديال الناس اللي تورطوا في عمليات مش يقول لهم كما قلنا في الأول مش يقول لهم مستوى تعليم متدنية كي الناس يعني عندهم مستوى تعليمي جيد كي تنظيمات الإرهابية حسب حتى الإحصاءات فيهم مهندسين فيهم ناس لمستوى تعليمية عالية في المجتمع اليوم أنا تنطلق مع ناس اللي هم من حيث المستوى تعليمي مستوى تعليمي طالع شهادات ولكن فكر متطرف علاش لأنه ما كانش واحد العناية بالعلوم الإنسانية هذاك تيقرأ الهندسة مع مرق درس ديال الفلسفة مع مرق درس ديال علم الاجتماع وخا هو تيقرأ الطب دل له درس ديال علم الاجتماع دل له درس ديال علم الفلسفة علما نحتى هذه العلوم الإنسانية أو ثاني كان إشكال في طريقة تدريسها لأن تيمشي أستاذ ديال الفلسفة هو تيبقى يدير نفس الطريقة حفظوها الدرس وأجي وعرضوه والنتيجة أنه مدرس ديال الفلسفة شاون تنظن وزان مدرس أستاذ مادة الفلسفة في التانوية هو لتحق بداعيش لقطة أخرى اللي سمحتني فقط غير نكمل مختصرة اللي هي دور العلماء صحيح ودور المجال الديني والمؤسسة الدينية صحيح أن المؤسسة الدينية داب جود كبير خصوصا هذه كلات الحقل الديني من بعد 2003 ودارت مراقبة المساجد والمرشدين والمرشيدات والمعاهد تكوين وغير ذلك عمل ضخم وجبار ولكن كان واحد المستجد كبير جدا في العالم اللي وقع من بعد هذا الشي كله اللي هو ظهور الفيسبوك واليوتيوب 2005 و2006 وبالتالي العمل كله يجب أن يتجدد والخطب كله يجب أن تجدد لأن ما ينكشد هذا الشاب عنده 20 عام وحل عينيه على فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وسنابشات وتجي مثلا تتكلم معاه بنصص فقهية أو تقول الفقهاء قالوا أو الفقهاء ما قالوا لا في الخطاب ولا تفلي فورما يعني تفلي مسائل احتفل مضمون واضحة لك سيرفق سيدرمون في حق أنا عندي وحدة المجموعة الملاحظة من خلال ولكن هذه المداخل في حق أخصى وحدة السياق عام أيضا نحن نتكلم عن نموذج التنموي في المغرية بخصنا هذا النموذج التنموي يولي أصبح نازل وطالع مع المجتمع كله وليه هذا هو المطلع كانت مجهود صحيح لكي نتكلم لأننا باحثين لا يريد أن نكون بسحل كما يقولون السما بني فإن كانت مجهودة وليكن كانت منعازلة ببعض الحال المجهود اللي أدرته رابطة محمدية أو المجهود للدرد بعض المؤسسات في المستوجون مثلا على سبيل الميت نقدر نشيد من ذلك العمل ولكن يجب أن يكون هناك نوع من نسيجهم ونركز على مسألة جدا مساعدة إعادة النظاف القيم التي يتم بالوغطها في المجتمع المغريبي وعند الشباب هذه المنظومة القيم وقع فيها تزعس وخصنا منوحد المنظومة القيم منسجب مع هذه النموذج التنموي المواطنة حق الإنسان إلى آخر وإذا يجب أن يتم المجهود كبير جدا لا يجب أن يتم تفعيله في هذا البعد لأن الإشكالية التي تطرحت في هذه السياق التي نتكلم عليه في هذه الإشكال الإعراب الخص المغرب هو أن البناء الشخصية نركز على المعارف نركز على التقنية أن الإنسان يكون عنده تقنية ويكون عنده معارف ولكن لا يتركز على الشخصية دياله وما يتركز وحد المتألة أخرى هي ما تطرطب البناء دياله الشخصية دياله وكيف يعيش مع الآخرين وإلا ما كنت تطبي في إنسان أنه يتبني الشخصية دياله ويتعيش مع الآخرين وإنا مترف مع ولكن شوف مهارات كيف نبني مهارات عند الناس وعند الشباب وعند الأفراد ديالنا ونحن نحيط القضية وأن الدبلوم لا يعني في بنايات المطف ولكن ما عملت إنسان مهارات معينة وبنينها في مجتمع المدني والدولة سرعاتها وعملنا براميج التي نبني مهارات الآن مهارات تكون عن بعد الدراسة عن بعد الإيكميرس هذه الأشياء التي هي جريدة وتفتح لها العلامة وهذه الوسائل التي يمكن لأن لأن لنخرج الناس من الأزمة ديال عدم وجد أي شيء سيقامل بقى نكشي ضفها مختصرة في ثوانين معدودة فيما خص نتركز على دور المجتمع المدني في مناهضة الإرهاب أو نبد الإرهاب أنا أعتبر بأن باش للمنظمة التقافية والطربوية تدير عملها بشكل إيجابي وتحاول ترسخ قيام الكونية النبيلة وتحاول تتربي طفولة والشباب على القيام ديال الاختلاف وديال الإنصات وديال التنوع خص الدولة المغربية أو الحكومة المغربية أنها تمد الوسائل الكفيلة باش تحقق هد كل هد الأمور شكرا نسي قمار أستاذ جرموني وأستاذ رزرزي وأستاذ رفقي أشكركم جميعا على قول دعوتنا ونقاش هذا الموضوع هذا بالمساهمة لكم القيم كل واحد من جهتي أشكركم جميعا شكرا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة للقاء في المصة المقبلة بحول الله ترجمة نانسي قنقر